في السياق قالت الامم المتحدة ان ما لا يقل عن مئة الف شخص بحاجة ماسة الى المساعدة في مدينة دوما وقال منسق الامم المتحدة لالشؤون الانسانية في سوريا يعني ايجلند ان المنظمة منعت لفترة طويلة من ارسال المساعدات الى المدينة نتيجة للحرب معاربا عن امله في ان يتمكن من يرغبون في مغادرة المدينة من الخروج منها موسيقى